هاي المحاضرة بدلش تسجيل زي ما حكيته وصلنا لنقطة اربعة زي ما شفتوا انتو في اخر محاضرة ما دام فتنفل بربابلتي رول فاحنا عملنا بنتعلم كيف نوجد قيمة الاحتمال لحادث الآن في النقطة الثلاثة من قواعد الاحتمالات حكينا انه قيمة اي احتمال حتكون بين الصفر احتمال ايه يعني احتمال اي حادث احتمال اي حادث رح يكون ما بين الصفر والواحد اكبر او يساوي صفر اقل او تساوي واحد احتمال ايه بساوي صفر امتى اف ايه بتساوي فاي يعني احتمال الحادث هيكون صفر اذا الحادث ايه كان فاي يعني هو مجموعة خالية ما فيها عناصر بينما احتمال ايه بساوي واحد ايه 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 فيها جميع عناصر اوميغا ايه حادث ها الحادث عبارة عن مجموعة جزئية فيها عناصر اوكي هاي العناصر لجوات ايه احتمالهم هدول العناصر هيكون بين الصفر وواحد بساوي صفر اذا ما لقينا عناصر جوات ايه بيكون الاحتمال بساوي واحد اذا جميع عناصر ايه هم بنفسهم اللي في اوميغا يعني انا اخدت كل المجموعة اللي في اوميغا في النقطة الخامسة بحكي لكم احتمال متممة الحادث ايه ايه كومبليمنت متممته شو احتمال متممة الحادث بتساوي واحد ناقص احتمال الحادث من وين جاب ليها هاي القاعدة ايه كومبليمنت اتفقنا بتساوي كل اللي في اوميغا ما عدا اللي في ايه صح مش حادث في العناصر اللي في اوميغا ما عدا الموجودين في ايه ما هاخدهم طيب احتمال ايه كومبليمنت حيساوي احتمال اوميغا ناقص احتمال ايه احتمال اوميغا من شوية اتفقنا انه حيساوي واحد ناقص احتمال ايه عشان هيك احتمال متممة اي حادث مش بس ايه اي حادث في الدنيا احتمال متممته بساوي واحد ناقص احتماله فمثلا لو حكيت لكم احتمال ايه ايه الكل كومبليمنت شو حيتساوي هادي شو الحادث اللي عندي ماخد متممته انا التقاطع فاحتمال متممة التقاطع بساوي واحد ناقص احتمال التقاطع كمان لو حكيت لكم احتمال اي كومبليمنت يونيون بي كل كومبليمنت انا شو بدي احسب احتمال لمتممة اي كومبليمنت اتحاد بي حطرت لكم حياة الاحتمال مطلوب من ان نحسب احتماله هذا المتمم الحادث او واحد لاني شفت المتمم هاي واحد ناقص احتمال الحادث الاصلي اللي هو اي كومبليمنت يونيون بي فانت بتفهم انه احتمال متممة اي حادث واحد ناقص احتمال الحادث نكمل في القواعد للاحتمالات بيحكي لك احتمال اي اتحاد بي شو بيساوي متل ما هو كاتب بيحكي لنا احتمال اتحاد حادثين بيساوي احتمال الحادث الاول زائد احتمال الحادث الثاني ناقص احتمال التقاطع بين الحادثين من وين جابها هذه القاعدة خلينا أفرجيكم من وين جابها نثبتها لو بس سألتكم عن A اتحاد B هو بدو إيانا نحسب الاحتمال بحكي لكم الاحتمال لهذا الحادث خلينا نشوف أول إشي A اتحاد B كيف شكلها لو نرسمها هاي أوميجا أوميجا جميع النتائج للتجربة جميع النتائج الممكن للتجربة رسمتهم على شكل مستطيل حكيت لكم A هاي ايه هذه الدائرة اللي جوه أوميجا هي عبارة عن الحادث A B هاي كمان B تاني دائرة لو سألنا عن A يونيون B كان معناها بالكلمات A or B or both بدون تكرار A هايني ضللتها أو B هاي كمان ضللتها بوس طب كم مرة أنا أخدته مرة أخدته مع ايه هاي أول مرة وتاني مرة أخدته مع B بس أنا حكيت لكم بدون تكرار يعني إذا أخدته مرة ما بأخده تاني مرة فاحتمال الاتحاد بساوي احتمال الجزء الأول اللي هو A زائد احتمال الجزء التاني اللي هو B لما أخدت A أخدت التقاطع مرة لما أخدت B أخدته تاني مرة وأنا غلط أكرر فإذا لازم أخده مرة واحدة فبالتالي بطرحه من المرتين اللي أخدتهم كمان مرة الاتحاد أنا لما أحكي لكم عن A Union B بدي كل هذا الجزء الدائرتين مضللين مع بعض بس بدون ما أكرر أي إشي فعشان أحسب اتحاد احتمال اتحاد يعني احتمال هذا المضلل لكم خد لي احتمالها وبعدها خد لي بي احتمالها بس استنى شوي أنت صرت مأخذ المنطقة المشتركة مرتين فإطرحها مرة فقانون الاتحاد أجب هذه الطريقة أفتح أرجع على أنتم الدوسية معكم فالمفروض شايفين قواعد الاحتمالات على قاعدة الاحتمالات اللي بعدها بحكي لك F A and B R ما لهم Disjoint Disjoint هذا المصطلح أخذناه من قبل حكينا إلو نفس المعنى اللي هو Maturely Exclusive زي ما هو كاتب لكم في قاعدة 7 F A and B are Maturely Exclusive Maturely Exclusive نفسها Disjoint شو يعني الحادثين Disjoint إذا الحادثين Disjoint تقاطعهم شو بساوي Phi يعني ما في بينهم إشي مشترك طيب إذا تقاطعهم Phi عفوا إذا تقاطعهم Phi فاحتمال التقاطع شو حيساوي صفر لأنه احتمال Phi بساوي صفر أي اللي هو احتمال Phi هو شو سألك بحكي لك إذا هم Disjoint احتمال الاتحاد شو بصير احتمال الاتحاد بساوي احتمال الأول زائد احتمال الثاني ناقص احتمال التقاطع اللي هو صفر فبتم احتمال الاتحاد بساوي هيك أوكي فإذا إذا الحواادث ما كانت disjoint ما كانت منفصلة احتمال الاتحاد بساوي احتمال الأول زائل احتمال الثاني نائص احتمال التقاطع إذا الحوادث فتقاطع احتماله زائما تساوي مال الأول زائل احتمال الثاني الحوادث لما تكون بيكون شكل هيك هاي السامبل اسباس هاي اي وهاي بي مش متقاطعات فيش بينهم اشي مشترك هادا الجزء اللي كنا نحطه بالنص بطل يكون موجود فيش اشي مشترك بيناتهم آخر قاعدة بحكي لكم اذا اي محتواها في بي شو يعني اي محتواها في بي يعني اي مجموعة جزئية من اوميجا فيها العناصر اي واحد مثلا اي اتنين وبي مجموعة جزئية من اوميجا فيها العناصر اي واحد بالضرورة اي اتنين وفيها كمان عناصر تانيات يعني مثلا اي ثلاث هنا كل عناصر اي موجودات في مجموعة بي بس مش كل عناصر مجموعة بي موجودات هون في عندي اي ثري موجود في بي ومش موجود في اي عشان هيك بي بتحتوي اي وبكتبوها بشكل اصح اي محتواها في بي اذا اتحقق هذا الحكي اذا احتمال اي بالضرورة اقل من احتمال بي وش احنا حكينا الاحتمال لمجموعة بساوي مجموعة احتمالات العناصر وين عدد العناصر اكبر حيكون في بي في عدد العناصر اكبر في فاذا مال بي اكبر من احتمال اي روحوا لعي اكزامبل ايت لو سمحتوا في اكزامبل ايت بحكي لكم احتمال اي ستة بالعشرة احتمال بي سبعة بالعشرة احتمال التقاطع اربعة بالعشرة بسألنا عن احتمال الاتحاد نشوي اخدنا قائدة الاحتمال وحكينا احتمال اي اتحاد بي بساوي احتمال الاول اللي هو احتمال اي زائد احتمال التاني اللي هو احتمال بي ناقص احتمال تقاطعهم ليه اختمال التقاطع لانه ما حكيلي انهم disjoint بالعكس هو شو حكيلي احتمال تقاطعهم بساوي اربعة بالعشرة يعني في منطقة مشتركة بيناتهم يعني هدول مش disjoint فمن هون اول ما بشوف هاي بحكي not disjoint هدول مش منفصلات مين هم a and b are not disjoint. فعشان هيك في قاعدة الاحتمال بطرح احتمال التقاطع. بنعوض الارقام اللي ما عنا في السؤال ستول عشر وسبوع عشر مايه احتحام. هلأ بعد بارت اي بنكون على الاكيدة وصلنا لقاعدة ومستنتش قاعدة اللي هي. ازا عندي اي وازا عندي بي فاحتمالاتهم هتكون اكبر او تساوي. احتمال التقاطع. اقل او يساوي احتمال الاتحاد. اوكي? كمان مرة. انا عندي الحادث اي. والحادث بي. هدول مجموعات جزئية. والحادث بي. كل مين? التقاطع. وهم محتواهم وين? في الاتحاد. ايه تقاطع بي? لانها بس بتاخد العناصر المشتركة في مجموعتها. هتكون مجموعة من الحوادث اي وبي. بس اي يونيون بي لانها بتكون ماخدة كل اللي في اي وكل اللي في بي. فدائما هتحتوي لي المجموعة اي والمجموعة بي. يعني اصغر مجموعة بين التلات اللي هي التقاطع. اكبر مجموعة بين التلات اللي هي الاتحاد. اذا المجموعات هيكون شكلها هيك. فعلى الاكيد الاحتمالات. احتمال اي واحتمال بي. اكبر او يساوي احتمال التقاطع. احتمال المجموعة الصغيرة. اقل او يساوي احتمال مجموعة الاتحاد. ارجعوا لي هلأ على المثال. وشوفوا. احتمال اي ستة بالعشرة. احتمال بي سبعة بالعشرة. فاحتمال اي واحتمال بي اللي هم ستة بالعشرة. اكبر من احتمال التقاطع اللي هو اربعة بالعشرة. اوجدنا الاتحاد. احتماله كم كان? تسعة بالعشرة. اكبر اكبر من سبعة بالعشرة. واكبر من ستة بالعشرة. فعشان هيك كتبت لكم اقل من احتمال اي. ايونيون بي. القاعدة اللي بعدها او المطلوب اللي بعده. بيسألنا وبحكي لنا. احسبوه الاحتمال اي. تقاطع بي كومبليمنت. هلأ انا هاي انسيت اشرح لكم اياها. رقم تماني. رقم تماني. احتمال اي. تقاطع بي كومبليمنت. بيحكي لكم بتساوي. احتمال اي. نائز احتمال التقاطع. من وين نجابها هذه القاعدة? كمان مرة بنعمل شير لصفحة فيضة. خدولي السامبل سبيس كمان مرة. السامبل سبيس بالرسم كيف رسمت لكم اياها المستطيل هاد. هاي اوميغا. هاي اي. وهاي بي. ليش ما رسمتهم من فصلين? لانه ما حكالي انهم من فصلين. انا مرسمهم من فصلين لما هو يأكد لي ويحكي لي هادولا ديس جوينت. فانا ما دام هو ما حكالي ما بعتبر انهم من فصلات. شو اللي مطلوب منا? المطلوب منا نحسب احتمال. اي. تقاطع. متممة بي. يا جماعة دائما لما بدكم تحسبوا الاحتمال. افهموا لا ايش بدكم تحسبوه. لمين بالزبط? مين اللي بدنا نحسب الاحتمال? طبعا هاي الطريقة اللي انا برسم لكم فيها. بتفهمنا. بتخلينا نعرف مين اللي اللي بدنا نرسب له الاحتمال. هاي بنسميها اشكال فين. الرسومات هاي هي عبارة عن اشكال فين. طيب. بدي افهم انا اي تقاطع بي كمبليمت كيف شكلها. طبعا معناها كل اللي بره بيه. ومشترك مع مين? مع اي. شو معناها هاي? اي تقاطع بي كمبليمت. اللي مش موجود في بيه. ومشترك مع مين? مع اي. اللي مش موجود في بيه. يعني اللي براتو. يعني بدكم تضللوا كل اللي بره بيه. هيني ضللته? ايه? هايها ايه? الدائرة التانية هاي. التقاطع ما بين اللي بره بيه. والدائرة. شو فيه ايش مشترك بين الجزء اللي مضللوا انا بخطوط. والدائرة ايه? شو المتشارك بين التنتين? المتشارك هادا الجزء. صح? انتبهوا. انا ما اخدت المنطقة هاي. هاي المنطقة كانت مشتركة بين ايه وبيه. بس انا هلأ بحكي لك مشترك ما بين ايه وكل اللي بره بيه. انا لازم اخد اللي بره بيه هاي. هذا الجزء الابيض اللي تاركه بالنص مش بره بيه هاد جواته. فاذا انا بدي هذا الجزء. شو عبارة عن احتمال كل شف ايه. ناقص. لما اخد كل شف ايه هاخد الجزء الابيض. بس انا ما بدي اياه هذا الجزء الابيض المشترك. فبطرحه اللي هو ايه تقاطع بيه. فبالتالي احتمال ايه تقاطع بيه كومليمنت بساوي احتمال ال ايه ناقص احتمال تقاطعهم. هلا انت بيمكانك تشتق الهاد من اهمتك. دائما عشان ما يخربطوا فيه. كيف بخليهم يحفظوه. احتمال ايه تقاطع متممة بيه بساوي احتمال اللي ما عليه متممة مين ما عليه متممة ايه. ناقص احتمالهم بدون متممات. طيب لو حكيتلك احتمال ايه كومليمنت تقاطع بيه. عكسة المتممة. شو بتساوي? تحكي لي احتمال اللي ما عليه متممة. اللي ما عليه هيه بيه. ناقص احتمال تقاطعهم بدون متممات. فاما بتحفظو بهادا الطريقة او بتفهم من وين جبتو بهادا الطريقة. هلأ خدوا لي بعين الاعتبار خلينا نفرض أنه بدنا نشتغل على أول قاعدة اللي هي هذه اللي هو هذا القانون من هذا القانون لو حطيت احتمال A في طرف والاحتمالات التانية بالطرف التاني فاحتمال A بتصير بتساوي احتمال صعب تقاطع B compliment فإذا أن هذه طريقة جديدة لحساب احتمال A يعني بعطيكم مثال عليها لأدام شوي هاي كيف راح نستخدم هالقاعدة يعني هنا مثلا بيمكاني امسح هذا الجزء اذا فيه حدا بده اشي باستنى شوي لو حكيت لكم فيها أنها population معينة مجتمع معين وهذا البابيوليشن كان البابيوليشن مجتمع الذكور مجتمع الذكور لقيت انا فيه مثلا خلين هذا المثال اجلو بديش اخربطكم هلأ خلص ما بدي اخربطكم هلأ في هذا المثال خلينا نرجع للقواعد اللي كنا نشتغل فيهم وهذا المثال بحط لكم إياه لأدام شوي عشان ما تتخربطوا تدخل عليكم المادة في بعضها صير ساب تفهموها نرجع اللي كنا نشتغل فيه في هذا اللي كنا احنا في بابي طلب مننا نحسب احتمال التقاطع حكيت لكم احتمال التقاطع باستخدام القاعدة التامنة اللي شرحتها هلأ احتمال التقاطع كمان مرة للتسكير احتمال اي تقاطع بي بساوي احتمال اللي ما عليه متمم اللي هي اي ناقص احتمال تقاطعهم بدون متممات فأخذنا احتمال اي من السؤال ستة بالعشرة احتمال التقاطع من الفرع اللي قبله أربع بالعشرة فالاحتمال حيساوي تنين بالعشرة في حدا كان بدو يسأل بعض على التشات اللي بدو يسأل يتفضل دكتور تفضل أنا طارك بدي أصلك شغلي خارجي المحاضر إذا مش في المعدة خليها لآخر المحاضرة إذا مش في الإجزام أو مش في سواعد لحكي المعدة أحسن انبغطت كثير ايه؟ انبغطت كثير يعني خفت ما تزموطش خلص ما تخاف أصبر كمان طب يلا أحكي إذا خايف وديت البيدي أف هسا ترعيت المهم الهوم وورك طلعت المودة ما تفضل ما تفضل أصبح كنا وياك في نهاية المحاضرة من اتفاق حل أوكي ماشي الفرة اللي بعده ايه كومبلي ما انت ترسكت بيه شرحت لكم القاعدة كمان هلأ حكينا لما يعكس للمتممة شو بعمل بظل نحط في الاتبار اللي حفظنا احتمال الحادث اللي ما عليه متممات ناقص احتمال الحادثين بدون متممات فبطلع سبعة بالعشرة ناقص أربعة بالعشرة لهي ثلاثة بالعشرة هلأ روحوا لي على بار دي لو سمحتو بحكي لكم احتمال متممة ا تقاطع متممة ب ا متممة تقاطع متممة ب وين شفناها هادي مش احنا اخدنا ايش يسميناه قوانين دي مورغان دي مورغان حكي لنا ا يونيون ب الكل متممة بتساوي متممة الاول متممة الاتحاد تقاطع متممة ب ب تقاطع بكم لمن اللي في دي حتساوي واحد نائس احتمال الاتحاد الاتحاد اوجدناه في الفرق تسعة بالعشرة فاقز التنجز جاو فاقز تسعة بها هادي باستخدام قاعدة او قانون دي مورغان دي مورغان زلوس اخر اخر فرع اللي هو ا احتمال ا يونيون ب كومبليمنت احتمال الاتحاد قاعدته احتمال الاول زائد احتمال التاني نائس احتمال تقاطعهم بس هون عن مين بحكي عن ا يونيون ب كومبليمنت فالتاني هيكون ب كومبليمنت ونائس احتمال الاول ا تقاطع ب كومبليمنت فانا استخدمت نفس قانون الاحتمال اللي تعلمنا مني شوي بس ضفنا المتممة للحادث هاد بساوي احتمال الاول زائد احتمال متممة ب واحد نائس احتمال البي هيقاعدته نائس احتمال اي تقاطع ب كومبليمنت قاعدته هلا اخذناها احتمال اي نائس احتمال اي تقاطع ب هنا تقاطع فهاي بتساوي احتمال اي في السؤال كانت ستة بالعشرة زائد واحد البي اللي هي سبعة بالعشرة نائس احتمال اي ستة بالعشرة نائس التقاطع اللي كان في السؤال أربعة بالعشرة فأيضا ستة بالعشرة زائد تلات بالعشرة تسعة بالعشرة وتسعة بالعشرة نائس تنين بالعشرة فيها سبعة بالعشرة هاي 0.6 plus 0.3 minus 0.2 اللي هي 0.7 فاحتمال اي yوني ب كومبليمنت هتساوي 0.7 فيه اسئلة لحد هون واضح الحل في اكزامبل ناين بحكي لنا في عندي طبيب جمع لي معلومات عن مرضى وركتبهم بالجدول اللي قدامكم المعلومات اللي في الجدول اللي بتتحكي عن المرضى كان لها علاقة في وزن المرضى هل هم عندهم زيادة بالوزن او وزنهم طبيعي ما في زيادة وفيه شغلة تانية كان مهتم فيها المريض اللي هي بغط الدم هل المريض مصاب بارتفاع ضغط الدم او غير مصاب شايفين شغلة تالتي درسها الطبيب عند المرضى ما فيه قدامنا غير الشغلتين هدول اللي هم الوزن وارتفاع ضغط الدم او عدم ارتفاعه البيانات لما اصنفها في جدول مثل هذا النوع هذا الجدول شو بسسميه contingency table contingency table اكتبوها عندكم contingency table مثل الجدول اللي قدامكم بصنف البيانات بيانات حسب متغيرين او بنسميهم two factors عاملين في مثالنا الـ variable الاول weight و ضغط الدم هل الـ contingency table دايما بتصنف البيانات حسب عاملين فقط لا ممكن عاملين وممكن ثلاث احنا هلأ حنشرح الجدول اللي بيحتوي two variables or two factors في الـ problems لما نوصلهم حتشوفوا انه فيه عنا جدول بيحتوي ثلاثة factors بس الفكرة في الجدول بتضلها نفسها طب شو مكوناته هذا الجدول اول شيء اللي بتكون منها زي ما حكينا factors هاي الاول وهي التاني عشان هيك بسميه two factors contingency table كمان كل factor زي ما انتو شايفين قدامكم مقسوم الى جزئين هدولا الاجزاء شو بسميهم levels فايزا هدولا التنين كمان بسميهم levels في الcontingency table كل factor بكون مقسوم الى اكتر من level احنا عنا كل factor مقسوم الى تنين levels خلصنا فهمنا فهمنا هلأ شو يعني factor شو يعني level 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 overweight او not overweight blood bridger تاني level اللي هو normal blood bridger كمان من شو بتكون هادا الجدول التوتل التوتل في منو شكلين في الجدول هاي اول شكل وهادا تاني شكل نشرح اول شكل من التوتل التوتلز هدول بسميهم marginal totals يعني مجموع فردي او مجموع احادي طب هدول التوتل شو بمثله لما احكي لك مية واربعة وثمانين معناها في عندي مية واربعة وثمانين مريض عندهم ارتفاع ضغط الدم هاي مجموع الاشخاص اللي عندها ارتفاع ضغط الدم لما احكي مية واربعين فانا في عندي مية واربعين مريض ضغط دمهم طبيعي لما حكينا مية وثلاثة وسبعين يعني في عندي مية وثلاثة وسبعين مريض مصابين بالسمنة ومية وواحد وخمسين مريض مصابين او غير مصابين عفوا بالسمنة انا لما فسرت الرقم فسرته باستخدام لفل واحد من بين الليفل عشان بسميني مارجينال لانه انا بنتبه الواحد من الليفل تعوني الفاكتور بالمقابل الرقم 324 شو بيمثل مجموع المارجينال توتلز يعني 184 زائد 140 بتساوي 340 عفوا 324 324 324 مجموع كامل المرضى في التجربة يعني الدكتور هاد كاين عنده 324 مريض فبفسر الرقم على انه في عين 324 مريض موزعين حسب الامراض فايزا طيب كيف شو بسمي لل 324 بسمي grand مجموع مجموع الكبير اخذ كل الليفل يعني 184 زائد 14 احنا هون اخذنا كل الليفل فعشان هيك بسموه المجموع الكبير لانه بيتمد على كل الليفل بينما المارجينال توتل بيتمد على الليفل واحد لحد هنا في عندكم اسئلة لها علاقة في الجدول في اشي مش مفهوم فيه من اللي شرحتها بيضل علينا نفهم الارقام هدول 121 شو معناه هذا الرقم فيه عندي من بين 324 مريض 121 مريض مصابين بالسمنة وارتفاع ضغط الدم بالمقابل فيه عندنا 52 مريض مصابين بالسمنة وضغط دم هم طبيعي تفرجوا لي كيف بتتقاطع 122 مع الوفر ويت مع الوفر ويت الرقم 88 تقاطع مع الوفر ويت والنورمال بلود بريجر فكل رقم من الاربع ارقام هدول لما يتقاطعوا الشغلتين انا لما تقاطعت الوفر ويت مع الهاي بلود بريجر التقاطع وعبارة عن العملية اللي تعرفنا عليها من شوي الانترسكشن ف121 بتمثل لي كم مرة الحادث هاي بلود بريجر اتقاطع مع الوفر ويت 88 بتمثل لي كم مرة تقاطع الحادث نورمال بلود بريجر مع نوت اوفر ويت 52 بتمثل لي كم مرة تقاطع النورمال بلود بريجر هيتقاطع مع الوفر ويت اخيرا ال63 بتمثل كم مرة تقاطع الهاي بلود بريجر مع نوت اوفر ويت فاذا الارقام الاربع هدول بمثلوا لي ايم تلحاث وقعوا بالضبط اوكي هاي المعلمات عن ال بيسألك وبحكي لك شو احتمال لو اخذنا واحد من المرضى يكون هذا المريض مصاب بالسمنة وضغط دمه مرتفع بداية خلينا نعطي رموز لهادول هاي بلود بريجر رموز لها اتش نورمال بلود بريجر ان اوفر ويت او نوت اوفر ويت هاي ان او فاني انا الاقي شخص مصاب بالسمنة السمنة هي حادث بالنسبة لنا اني الاقي شخص مصاب بضغط الدم ضغط الدم هو حادث هنا لما اسألك احكي لك شو احتمال ان الشخص هي احتمال يكون مصاب بالسمنة هي او and هي التقاطع has high blood بريجر هي high blood بريجر احتمال التقاطع مرة احد اللي حاول مرة 21 على كم مرة عندنا التجربة التجربة عادت 324 مرة فالاحتمال 121 على 324 نروح للفرع بي بدو يعني نحسب احتمال لو اخذنا شخص يكون مصاب بارتفاع ضغط الدم هي احتمال h حتساوي h كم مرة تكررت تكررت 184 مرة فالحادث هذا تكرر 184 على التجربة اللي تكررت 324 في فراسي بيحكي لك احسب لي احتمال انه الشخص اللي سحبناه بشكل عشوائي يكون غير مصاب بالسمنة not overweight not overweight الحادث هذا تكرر 151 مرة من بين عدد مرات التكرار الكامل اللي هي 324 طيب هدول الحوادث هدول عفوا الاحتمالات كيف بفسرها الارقام 151 على 324 منكتب عندها احتمال ان يكون الشخص غير مصاب بالسمنة 184 على 324 احتمال ان يكون المصاب او المريض مصاب بالدم 121 على 324 احتمال ان يكون المريض مصاب بالسمنة وارتفاع نتبهوا شو حكيت وارتفاع ضغط الدم في نفس الوقت عشان هيك لما درسنا التقاطع شو كان على كاتب النجام بها انهم الحادثين بحدثوا في نفس الوقت هنا انا عندي بنفس الوقت الشخصين الشخص عفوا مصاب بالسمنة وارتفاع ضغط الدم تشارك زمني في نفس الوقت في طريقة تانية لتفسير هاي الارقام هاي الاحتمالات من يفسر ل 151 ع 324 غير يعني بطريقة تانية غير اللي انا استخدمتها انا لما فسرت حكيت لكم احتمال ان يكون الشخص اللي سحبنا المريض اللي اخذنا غير مصاب بالسمنة تقدر تحكي جنبها نسبة المرضى الغير مصابين بالسمنة ليه لانه الاحتمال هو عبارة عن نسبة فهذا الرقم هذا الاحتمال بمثله نسبة الاشخاص اللي وزنهم طبيعي في المجتمع اوكي فالخلاصة اما بفسر الرقم باستخدام كلمة احتمال او بفسره باستخدام كلمة نسبة والتنتين متساويات ف121 ع 324 تقدروا تحكوا عنه هاد نسبة الاشخاص بالمجتمع المصابين بالسمنة وارتفاع ضغط الدم في نفس الوقت رحولي على اخر فرع دي بدو يعني نحسب احتمال انه الشخص اللي اخذنا يكون ضغط دم طبيعي or or يعني union overweight o فهاي بتساوي اول اشي بحسب الاحتمال احنا احتمال التقاطع اللي حسبنا في فرع ايه طلنا مباشرة من الجدول لانه الجدول كان يعطيني التقاطعات بس هل الجدول باطيني الاتحاد بشكل مباشر لا فمضطر استخدم قاعدته احتمال الاول زائد احتمال التاني نائس احتمال تقاطعهم الاحمالات هاي بدرج الجدول مباشرة احتمال ان كم مرة تكبر ري نورمال بلود بريجر مية واربعين مرة من اصل ثلاثمية واربعة وعشرين الاوفر ويت كم مرة تكرر مية وثلاثة وسبعين مرة من اصل ثلاثمية واربعة وعشرين ان وقو كم مرة تكرروا بنفس الوقت بروح بشوف وين متقاطعات متقاطعات عند اتنين وخمسين فاذا ناقص اتنين وخمسين على ثلاثمية واربعة وعشرين اوكي اوكي فاذا في السؤال هذا كان معطينا حوادث وبننا نحسب احتمالها من الجدول اللي سامن كنت ستعيب اذا ما في اي سؤال على الحل روحوا ل اجزام بالعشرة بحكي مجتمع اطفال 35% suffered from cognitive dissonance as a result of school experiences في ان 35% من اطفال هذا المجتمع عندهم مرض بسموه او disorder بسموه dissonance cognitive dissonance يعني هي شغلة لها علاقة في الدراسة وفي القدرات الدراسية بسموه زي التنافر معرفي او اشي زي هيك فهو مرض له علاقة يعني عند الطلاب اللي بدرسوا في المدرسة يعني كأنه ما بيركز او بخربط اشي زي هيك يعني فالخلاص احنا بالنسبة لنا 35% من الطلاب بعانوا من المرض الاول المرض الاول هاد هو بالنسبة لنا حادث ف cognitive dissonance لو رمز تلوب سي 35% هو احتمال وقوع الحادث سي فاذا 35% هو probability of سي او 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 40% have a distorted sense of reality 40% من الاطفال عندهم disorder ثاني او مرض ثاني اللي هو distorted sense of reality هدول بتحسهم يعني هم مش زي التوحد ولكن هذا الشخص اللي مصاب بهذا المرض انت فواد وهو فواد يعني هو بيكون مش عايش في الواقع اللي انت فيه يعني ما بيكون كأنه يعني كل التركيز او ضعف تركيز اشي من الامراض هدي فهو حادث بالنسبة لي كمان فإذن distorted sense هو حادث آخر كم حادث صار معرف في السؤال حالين 4% هي نسبة المصابين بالحادث هذا نشوي في المثال السابق حكيت لكم كلمة احتمال نفسها نسبة فهو حاطيني 40% نسبة فإذن هي احتمال الحادث دي فالخلاصة لحد هون أعطانا حادث 2% C وD وحكيت احتمال كل حد بعدها بحكيلك في عندي أخذت من المجتمع هذا مجموعة تحت و200 طفل المجموعة هاي النسب اللي عرفناها من شوي يعني الاحتمالات اللي عرفناها من شوي ثابت فيها يعني بتقدر تطبق عليها نفس الاحتمالات من بين الميتين طفل في 32 واحد مالهم عندهم بوث كوغنيتف ديزنانس and استورت سنس رياليتي 32 اتكرر عندهم الحادثين C وD لأنه حكالي بوث فإذن تقاطع و C and D في نفس الوقت فإذن 32 عدد مرات تكرار التقاطع طيب من التقاطع مش أنا بقدر أحسب الاحتمال فإذا احتمال التقاطع حيساوي كم مرة تكرر الحادث 32 على كم مرة تجربة عندناها كم حكالي عدد الأطفال 200 فإذن 32 على 200 هل الجميع فهم البيانات اللي كان معطيني إياها في السؤال هاي أسئلة مثل هيك كثير مهمة وبداية لما أخذ هيك سؤال قبل فإذا أي واحد ما فهم كيف فسرت هاي بيانات يسأل فالخلاصة هنا لدينا حادثين احتمالاتهم بعدها أعطاني معلومة حكالي C وD 2 بوث اتكرروا 32 مرة من ضمن عين فيها 200 طفل فإذا بقدر أحصب الاحتمال لأنه الاحتمال حيساوي عدد مرات تكرار التجربة على عفوا عدد مرات تكرار الحادث على عدد مرات تكرار التجربة شو اللي مطلوب منا how many of the children are free from both problems بحكي لك أحسب لي عدد الأطفال انتبهوا الطلب عدد أي أطفال اللي ما عندهم المشكلتين مع بعض يعني بدنا نحسب عدد الأطفال اللي ما عندهم المرض الأول ولا عندهم المرض الثاني كيف بدنا نحسب عدد الأطفال هذا كيف بدنا نحسب كم مرة بتكرر هذا الحادث لو حكيت لكم نسبة الشباب في شعبتكم هالأد كم عددهم بتحكولي بنضرب النسبة في عدد كل للشعبة بنفس الطريقة أنا بدي النسبة بدي العدد لهذا الحادث العدد كم مرة تكرر هذا الحادث بساوي نسبة تكراره للحادث ضرب العدد الكل اللي هو ميتين طيب كيف بدأ أجيب نسبة تكرار الحادث كتبت لكم إنه النسبة تساوي الاحتمال فإذا أنا إذا حسبت لك الاحتمال هذا يعني طلعت النسبة وروح ضربته بميتين بكون طلعت لك طفل ما في هذا المرض فهي اللي بدنا نسوي إحنا بلزمنا نحسب احتمال كومبليمنت لأنه أنا بدي أحسب نسبة والنسبة هي نفسها الاحتمال ليه بدي أحسب النسبة لأنه طالب مني العدد العدد بساوي النسبة ضرب العدد الكل أوكي فهونا دورنا ببلش الاحتمالات في قوات الاحتمالات في حساب هذا الاحتمال هذا الاحتمال أو هذا الحادث اللي قدامكم بذكركم في إشي وشمن شوي كتبنا قانون دي مورغان باستخدام قوانين دي مورغان هذا الجزء شو بساوي سي كومبليمنت انترسكت دي كومبليمنت هي نفسها خدوا المتممي للمتممات سي يونيون دي كلو كومبليمنت فأيذن نحكي له يوزنج دي مورغان لوز بروبابلتي سي كومبليمنت انترسكت دي كومبليمنت اللي هي نفسها بروبابلتي سي يونيون دي كلو كومبليمنت حتساوي أخذنا في محاضرة اليوم من قواعد الاحتمالات احتمال متممة اي حادث هي واحد نائس احتمال الحادث وهذا بسي احتمال الاتحاد بساوي احتمال الاول زائد احتمال التاني نائس احتمال تقاطعهم انا معي احتمال سي كانت خمسة وثلاثين بالمية معي احتمال دي اللي هي بوينت فور ومعاي احتمال التقاطع طلعناه من السؤال تنين وتلاتين على ميتين يعني ستاش بالمية اذا عملنا هاي العملية الحسابية حيطلع معي الاحتمال بوينت فورتي ون يعني نسبة المصابين او نسبة الغير مصابين لا بالمرض الاول ولا بالمرض التاني واحد واربعين بالمية عددهم نمبر بساوي نسبتهم في العدد الكل اللي هو ميتين بيطلع معي اتنين وتمانين يعني اتنين وتمانين طفل غير مصابين بالمرضين لا الاول ولا التاني فهمتوا يا جماعة اسئلة من هذا النوع كتير مهمة وكتير لازم تكونوا فاهمينها فاذا عندكم اي صعوبة بامكانكم تسألون اوكي نكمل بعد هنروح هالموضوع اللي بعده اللي هو بعنوار independent events الحوادث المستقلة independent events الحوادث المستقلة شو يعني الحوادث المستقلة كمان مرة اي حاتين بكونوا مستقلات اذا ما بيأثروا عبعض فما بيأثروا احتمالية وقوعهم مع بعض رياضيا A and B are independent if probability A fact probability A probability B احنا من شوية كنا نشترى الاحتمال التقاطع هلأ بيحكي لك احتمال التقاطع اللي انت كنت اشترى عليه حيساوي قيمتوا احتمال الاول في احتمال التاني اذا كانوا independent مستقل خلينا ناخد مثال هيك ونفهم شو يعني مستقل انسوا الامثل اللي ما اكتبين قدامكم في اقزام بالاحداش هلأ انت قاعد في البيت وبتحضر معي محاضرة الاحصال حيوي لو حكيتلك شو احتمال انه تنجح في مساق اللي احصال حيوي او انك تحمل او انك تفهم المادة اللي بشرحها هلأ ايه اني افهم المادة اللي عمالي بشرحها شو احتمال انك تفهم المادة اللي انا بشرح لك اياها وفي نفس الوقت اما تطبخ لك الاكل اللي بتحبها في علاقة بين التنتين يعني انه لو انت فهمت او ما فهمت اماك حتطبخ الاكل او ما تطبخ ما في بينهم بالتنتين علاقة الا اذا انت وامك متفين على هذا الحكي بس في الوضع الطبيعي الشغلتين ما في بينهم علاقة فعشان هيك احتمال وقوع التنتين بين بعض بنفس الوقت حيساوي احتمال انه الاول يصير متل ما هو واحتمال التاني يصير متل ما هو هون التقاطع لما حاثين يقع مع بعض اذا باثروا ع بعض فالاحتمال رح يختلف عن انهم ما باثروا ع بعض بهاي الطريقة احتمال ايه في احتمال بي انا حكيت انهم مستقلات ليه لانه سواء امي طبخت او ما طبخت انا حنجح او ما حنجح او انا حفهم او ما حفهم او اش رفت فهاي فكرة independent events وضروري نفهم ونميز الفرق بين independent و disjoint فهونا جنب العنوان شو بتو كتبو if a and b are disjoint للتذكير وعشان ما نرجع عن خربط بينهم لانه الطلاب دايما بخربط ما بين اللي هو disjoint و independent then a intersect b بتساوي phi واحتمال a intersect b بساوي صفر اذا كانوا disjoint هدولا ما بصيروا ما بصيروا بنفس الوقت مع بعض ولكن اذا هم independent هم ممكن يصيروا مع بعض بس ما رح يأثروا ع بعض اوكي يعني كيف لو فكلك في مرض السكري شخص ديابتك مصاب السكري وعنده ارتفاع في ضغط الدم هاي بلود بريجر احنا عارفين من زمان انه الاشخاص المصابين بالسكري فيه احتمال كبير انهم يكونوا شو مصابين بارتفاض ضغط الدم صح فهون الاشخاص انه مستقلات عن بعض لا بوقعوا مع بعضهم البعض فاحتمال انه اذا الاول كان ديابتك يصاب بنفس الوقت بالهاي بلود بريجر هيكون فيه تأثير بيناتهم ولكن لو حكيت لك شخص ديابتك وشخص مصاب بالرشح شو احتمال انه انا اصاب بالرشح هدول الحاتين مستقلات عن بعض ما فيه تأثير بيناتهم فهون احتمال ديابتك في احتمال ايه اني اصاب بالرشح هناخد امثلي كمان نستوب من خلالها شو يعني انتو لحد هاي المرحلة بهم نتكون عارفين القاعدة اللي قدامكم احتمال ايه تقاطع بيه بتساوي احتمال الاول في احتمال التاني قبل ما تخلص المحاضرة خلينا نحل الاجزامبل نفهم دور بسرعة بحيث انه احتمال الاول اربعة بالعشرة احتمال التاني سبعة بالعشرة وجد احتمال التقاطع احتمال التقاطع اخذنا قاعدته هلأ ضرب الاحتمالات ضربنا احتمال ا في احتمال بيه بعدها بحكي لك حسب الاحتمال اي كومبليمنت او اخذنا قاعدتها من سابق وان اللي هي احتمال اللي ما عليه متممة ناقص احتمال اتنين بدون متممات احتمال اي ما في اي تغيير احتمال التقاطع بما هيصير الاول احتمال التاني فايزا الاحتمال حيساوي احتمال اي كم كان في السؤال اربعة بالعشرة ناقص احتمال اي لهو اربعة بالعشرة في احتمال بي سبعة بالعشرة يعني انتو بتهكوا عن اربعة بالعشرة ناقص اللي هي كم كانت اربعة بالعشرة في سبعة بالعشرة في هنا point 28 اوكي فهون الاحتمال حيطلع معنا بهذه الطريقة اللي حليناها طيب في طريقة تانية للحل اه في طريقة تانية شو القاعدة بتحكي if A and B are independent if A and B are independent then A and B complement are independent and اولناش نكتبها ها هي استنو شوي بس دواني then واحد A and B complement are independent تنين A complement and are independent تلات A complement and B complement are independent وهيك بتنتهي الملاحظة شو الملاحظة مكتوب فيها بحكي لكم اذا في عندي حادثين مستقلات اللي هم A و B كانوا مستقلات فانا بقدر استنتج مباشرة انه الحادثين ومتمماتهم هيكونوا مستقلات مع بعضهم البعض اذا كان في عندي حادثين مستقلات فمتممات الحوادث الكمبليمنت للحوادث كان مستقل وصار لنا حالي احتمال A تقاطع B complement على شرط انه A و B كانوا independent حكيت له طيب ما في مشكلة رحت حسبة حسب القاعدة احتمال الاول ناقص احتمال التقاطع طلع معي 4 بال10 ناقص 28% هاي اللي هي 12% طيب حكيت لكم فيه طريقة تانية بما انه A و B independent فاذن A ومتممت B independent فاحتمال A تقاطع B complement بما انهم independent حتساوي احتمال الاول في احتمال التاني احتمال الاول اللي هو 4 بال10 متممت B احتمالها 3 بال10 4 بال10 3 بال10 12% فكمان مرة اذا A و B independent احتمال A تقاطع B بتساوي احتمال A في احتمال B احتمال احتمال تقاطع B احتمال A في احتمال احتمال A compliment تقاطع B احتمال احتمال A compliment في احتمال B اخر اشي احتمال A compliment تقاطع B compliment متذكرين هاي اخر واحدة كنا نحلها باستخدام D Morgan شو حتصير هلأ بتساوي احتمال A compliment في احتمال B compliment وما بلزم نروح على قوانين D Morgan منوجدها مباشرة هادة الطريق بما ان احسب الاحتمال A تقاطع B compliment حكيت الاحتمال الاول في احتمال التاني هاي القاعد يا جماعة اكتبوها عندكم هاي مش مكتوبة في الدوسية بس مكتوبة بهذا الشكل note that A and B compliment are independent also A compliment and B لاخر القاعد بس هيك مكتوب مش موضح بهذا الشكل ولحد هون حوقف المحاضرة الله يعطيكم العافية اذا في هدا عنده اي سؤال على اللي شرحنا اليوم يتفضل يسأل ما في عندكم اسئلة بامكانكم تفصلوا المحاضرة من عندكم ومنلتقي الاسبوع الجاي ان شاء الله ما تنسوا اللي ما سلم الهومورك على الموديل يبعته قبل ساعة اربعة اوكي مشكوريني كثير والله يعطيكم العافية ومنلتقي ومنلتقي ان شاء الله يوم الاثنين اوكي 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 اوكي